دشنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية المؤتمر الصحفي لانطلاق جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده لعامها العاشر على التوالي بفضل الله الجائزة التي تقام على أرض دولة الكويت فيها من الفروع التي لا تكون موجودة في الجوائز الأخرى وفي هذا العام تحديدا أضفنا إضافات جديدة على الجائزة وأضفنا فرعا جديدا لصغار الحفاظ وهناك حقيقة مشاركة ممتازة من كثير من الدول الإسلامية تحضيرات واستعدادات جبارة تقوم بها وزارة الأوقاف لاستضافة هذه المسابقة الدولية التي تستقطب المتسابقين من مختلف دول العالم جائزة الكويت الدولية هذه في دورتها العاشرة تعتبر تمت عشر سنوات متكاملة تم ختامها بسنة مميزة حقيقة بإضافات جدا مميزة جديدة ودرجة ضمن فعاليات الجائزة وراح تكون نقلة نوعية لعشر سنوات أخرى قادمة بثوب جديد ومميز الجائزة تتميز عاما بعد عام من خلال تطويرها واستحداث فروع جديدة في المسابقة للارتقاء بالمنظومة الإسلامية ناصر الهاجري تلفزيون دولة الكويت